السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً بهذا الفيديو رح نشرح عن link list. طبعاً احنا ليش نستخدم link list ما نستخدم ال array. عندنا بعض المشاكل بال array حتى نحل هذه المشاكل مثل الحجم الثابت يكون حجمها ثابت ال array. انا حتى حل هاي المشكلة استخدم link list. link list اقدر اضع بها الحجم اقدر اضيف العناصر بدون حجم ثابت يعني تكون dynamic. المشكلة الثانية انه انا اقدر بال link list احرف اكثر من المتغير مثلاً يكون integer و string characters هاي بالنسبة للحناصر link list. اما ال array فيكون نوحة محدد نوحة واحد اما integer اما character اما string. فبعض المشاكل اللي حتى اقدر احلها من ال array فراح تستخدم link list. link list ليش شراحتها على الورقة? طبعاً بعدها راح نشوف التنفيذ مالتها كعملي لان شوية راح تواجه صعوبة بها. بالبداية بعدها راح نستمر ونتعلم لها ان شاء الله مرور الوقت. طبعاً هي شوية بالبداية راح تكون معقدة تحتاج منك مجرد تركيز شوية حتى تقدر تفتهمها. بالبداية link list تكون عبارة عن عقد. هذي العقد تكون بهذا الشكل. هاي العقد تكون بهذا الشكل. تحتوي على date. date اللي هي المحتور اللي راح تاخده تحتوي هنا على next. next. تحتوي على date والnext. date المتوريت اللي راح تاخده والnext اللي هي الاشارة للعقدة العقدة التالية والعنصر التالي. دائماً اول عقدة يكون اسمها head. ويجب بالlink list اول عقدة يجب انا احتفظ باسمها. لان اذا ضيعت اول عقدة راح اضيع عدي link list كلها. تمام? عدي هنا الnext قلنا الشير للعقدة اللي بعدها. اهناد next المنشير راح تشير الى null. ما دام عدي عقدة واحدة داخل link list. فالnext ما لاته راح تشير الى null. الى انه فراغ ما قوي عقدة. اذا صارت عدي عقدة ثانية. بهذا الشكل. ايضاً تحتوي على data. وnext. فهاي الnext حتى تشير لهاي العقدة ما راح تروح للنل. تمام? راح تروح مين? مباشرة للnext راح تشير على العقدة الثانية. يعني مين العقدة الاولى? راح تشير لي على العقدة الثانية. العقدة الثانية الى ما راح تشير? راح تشير على null. دائماً العقدة الاخيرة تشير للنل. تمام? ها الخطوة الاولى شارت لي على العقدة الثانية. العقدة الثانية اذا ما عدي عقدة ثانية فها راح تشير على الشيء اسمه null. يعني ماكو اي شيء. هنا الان نيكس الاولى دائما اسمه هيد حتى ما نضيع هاي اللينك لس كلها تمام هاي كلها حتى ما نضيع عدي يجب ان احتفظ بالعقدة الاولى الهيد اللي هي ما تسمى يعني رأس العقدة يجب ان احتفظ به هسه حتى نجي نبرمج هاي انا عدي نيكس وعدي ديت فراح سوي كلاس هاي كلاس راح يقدر اخذ منه اوبجكت بس هاي كلاس احتوى عدي و نيكس الابجكت اللي راح اخذه من هذا الكلاس هو راح يكون عقدة كل اوبجكت راح يكون عقدة طبعا هنا راح نستخدم لغة جابة تمام فاول كلاس راح اخذه كلاس راح اسميه نود بهذا الشكل راح احتوى على ديت الديت مثلا شنو اريد نوحها انتجار طبعا قلنا احنا بالبداية فقرى انه اللينك لس تحتوى على اكثر من نوع بيان ممكن فحتى اخليه تاخذ نيكس اه عفوا ديتا تاخذ انتجار سترين كاركترز فاعرف الديتا باكثر من نوع نها راح اعرفها فقط انتجار بعدها راح اعرف من نوع نود راح اعرف النيكس اللي هي الاشارة هذا يشير لي الى العقدة التالية فارزة من قوطة نهاية كل سطر هنا ليش نود هل هذه كلمة محجوزة لا هاي مو كلمة محجوزة هاي هي تكون نفس اسم الكلاس تمام الاشارة تكون نفس اسم الكلاس هذا الشي ثابت فهنا اذا كتبت مثلا علي فراح تكون النيكس من نوع علي داخل هذا الكلاس شو نحتاج بعض نحتاج كونستركتر كل الكلاس يحتوي على كونستركتر ومثل ما عرفنا وشي راح نبدور اتجابه كونستركتر هو شي يشبه اسم الكلاس يعني نود دالة تشبه اسم الكلاس ولا تحتوي على نوع بياني نفتح لها قواصفه راح تاخذ لنا تاخذ لنا الديت انتجر دايت وايضا من نوع نود اللي هو النيكس فراح اقول له نود نكس هذا الشكل هنا حسا شون هاي داخل الكونستركتر راح ابنيه فراح اقول له الديت الموجود هنا تساوي للديت الراح تتجين بالكونستركتر بالدال شون اميز هاي الديت عن هاي الديت باستخدام كلمة this فراح اقول له this dot date معناه الديت الموجودة داخل هذي الكلاس تساوي للديت الراح تتجيني داخل هذي الدالة date بهذا الشكل وعدة ايضا this dot next تساوي لي next حسا هذي الكلاس اتوقع صار واضح حدي حتى اسوي عقدة راح اسوي object من هذي كلاس داخل كلاس المين وابني هاي العقدة الاولى وابني العقدة الثانية واكثر من عقدة تمام هسا اجي كلاس المين مثلا انا عدي برنامج بكلاس المين اسمه test بهذا الشكل هاي كلاس المين يش يحتوي يحتوي على دالة المين اللي هي void main ما راح اكتبها كلها طبعا void main كلنا نعرف دالة المين اكيد احنا من قاعد نترك status structure فاكيد احنا فاهمين لغة الجابة باكملها هاي دالة المين واشك حاليا بدون دوار راح ابنيها مباشرة بدالة المين اول عقدة لازم انا ابنيها بيدي شون ابنيها اسوي object من كلاس node شون اسوي object ناخد اسم الاوبجيكت اللي هو مثلا اريده هو node اسم الاوبجيكت اول اوبجيكت فراح يكون head تمام اعدالة المين اللي هي تكون public static void main node head تساوي لي new node هنا ارسله القيم بالconselector ايش تحتاج من عدي date و next الاشارة فالnext ان ما نشير هاي انا قاعد ابني اول عقدة ما باني العقدة الثاني فراح تشير لي للنل فراح تعتبر هي العقدة الاخيرة ان ما نشير للنل قلنا تشير للنل اذا ما اقع عقدة ثاني من تكون اكو عقدة ثاني لا راح تشير للعقدة الثاني حاليا تشير للنل العنصر مالتها مثلا واحد اضطيها قيمة واحد راح يكون هاي بنت اول عقدة ما اتوقع بها صعوبة مجرد object ورسلت للمحتوى وسويت له نل تمام هسه هنا راح نستخدم طبعا ال while او نستخدم for حتى نضيف عقدة ثاني حتى نضيف عقدة ثاني وثالثة ورابعة بال for فاش لازم يكون عدي اول شي قلنا انه هذا رأس العقدة لازم ما يضيع وانه هنا منا بنى عقدة ثانية فراح اشير اليها من خلال ال head شون اشير اليها اعرف متغير من نوع node ايضا فنود مثلا الكي الكي شي ساوي لي ساوي ال head وبهيش حاله عدي الكي صار يحتويه على رأس العقدة تمام وال head بقى رأس العقدة حتى ريد ارجع مثلا ما ريد راح تلاعب بالكي الكي راح ازحفه يعني الكي راح يكون هو الناقل تمام بس رأس العقدة صار عدي بالهيد ما راح يضيع عدي راح يبقى فما راح تعامل ويه ال head مباشرة اخليت نسخة من ال head نسخة من ال head راح تعامل ويه عن طريق الكي تمام حسنا نفرض عدي 4 هذه الفور تبدي انتجر i تساوي 0 i اصغر مثلا من ثلاثة ارضى اضيف ثلاث حقد i plus plus هاي عدي الفور صارت جاهز داخل الفور ارضى ابني حقدة فقلنا node تعلمنا شون ابني حقدة ناخد object node اسم ال object مثلا n n2 تساوي new node وارسل لها القيم القيم هنا مثلا ارضى ارسل لها تقدر ترسل i ممكن راح تصير القيم 012 او ارضى اضع ثلاثة فثلاثة عقد كلها راح تكون قيمتهم ثلاثة تمام فهنا ارسل ثلاثة وارسل نظر فهذا الشكل فارضة مقوطة سويت عقدة هاي العقدة راح تتكرر عدة ثلاث مرات هسه شون اربط مجموع العقد عدي هنا العقدة الاولى قلنا شنه هي k افنا ال head ال head صار اخلت نسخة من ال head راح تعامل ويا عن طريق ال k فعدنا ال k ال k.next راح اقول لك k.next شنه هو k.next اللي هنا العقدة الاولى احنا عرف نفس ال k بعد موقع هاي تعتبر k تعتبر head نفس الوقت راح تعامل ويا الكيان فk.next مالته المرح يشير لي راح يشير لي العقدة الثانية فk.next شي ساوي لي and two باحدها شا قل له حتى امشي الشرع العقدة الثانية راح اقول له k حتى الدوارة من الدور راح تبني للعقدة الثالثة فالk1 راح خلي k تساوي and two هس الكيان حذف منه صار هنا عدي k بهذا الشكل هس مرح اجري للعقدة الثالثة ابنيها عقدة الثالثة ايضا راح يصير لي عدي اوبجيكت نفس القيمة فاقول له k.next شطار k.next هذا ال next المرح يشير راح يشير للعقدة الثالثة اللي بنيتها تمام والk يساوي and two and two وهذا نفسه اللي هي العقدة الثالثة صارت بالفرة الثالثة فالk1 راح يكون هنا لاحظة ان الكي قاعد يتحرك ويربط بس ال head ما ضيعت هبقى head خيط نسخة من عنده وتعامل ويا لو ما اتعامل ويا ال head مباشرة فراح يضيع يضيع رأس العقدة فهاي الحالة ما راح اقدر اوصل للعقدة بالطباع تمام هذا هو مفهوم ال link list شون ممكن ابني اكثر من link list طبعا راح اطور على هذا البرنامج ادخل بالسكنر القيم وايضا انا حدد القيم مش قد اريد قيم هاي ال link list بس راح نشوف هذا كله بالتطبيق العملي اي سؤال اعدكم او شي ما بتعمل تقدرون تكتبولي تحليق اسفل هذا الفيديو واتمنى تكونوا استفادية وشكرا لمتابعتكم اشتركوا في القناة